أبو سلطان من الشارق يقول قديما لما كنا نذبح الأضحية يقولوا لا تكسرون عظامها وإنما أفصلوها فصل يقول هل هذا يجوز أبو سلطان بارك الله فيك أولا بالنسبة للأضحية أنا لا أحفظ في حدود اطلاعي وعلمي أنها ما تكسر هذه الأضحية وإنما تكسر عظامها تذبح وتسلخ وتقطع ويكسر عظامها وهذا فيما يظهر لي بأنه قول جماهير أهل العلم الكلام وين على العقيق يمكن اختلط عليك يا أخوي أبو سلطان الكلام على العقيقة ذبيحة المولود من أهل العلم من ذهبوا معروف مذهبان معروفان مشهوران ذهبوا إلى أن يكره تكسير عظام العقيق لماذا؟ قالوا تفاؤلا بسلامة المولود وذكروا يرون هذا عن عائشة رضي الله عنها وعن بعض التابعين أنهم كانوا يقطعونها جدولا الذبيح يعني يفصلونها ما يكسرونها القول الثاني قالوا لا بأس بتكسير عظام العقيقة والأضحية لأنه ما في نص ما في دليل وبعدين هذا قضية وفصل العقيقة من العظام قالوا هذا من عادات الجاهلية لأن الجاهلية كان يعقون أيضا عن أولادهم فكانوا ما يكسرون العظام لماذا؟ يتشاؤمون يتشاؤمون بأن المولود يكسر وإلا يمرض وإلا شيء ولذلك بعض العلماء قالوا في حالة العقيقة قالوا لو كسر عظامها أفضل حتى يبطل عقيدة الجاهلية هذه اللي عند الناس فيا أخي الفاضل عموما الأضحية العقيقة النذر ذبيحة الضيف ذبيحة البيت كل هذا يجوز تكسير عظامه وما في شيء في ذلك ولله الحمد والمنه ترجمة نانسي قنع